بعد عشرة أيام من المفاوضات البعيدة عن الإعلام اتفق الأطراف اليمنيون على صفقة تبادل للأسرى شمل 887 أسيرا ومعتقلا من الطرفين بينهم 16 جنديا سعوديا و3 سودانيين وقيادات سياسية وعسكرية من الطرفين المبعوث الأممي إلى اليمن الذي اعتبر الاتفاق خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح أعلن عن جولات مقبلة من المفاوضات وصولا إلى الهدف النهائي في إطلاق صراح جميع الأسرى والمعتقلين أريد أن أذكر الجميع أن التوصل إلى تفاهمات دائمة تنهي النزاع هو الحل الوحيد إذا كان لليمن فرصة لاستعادة عافيته بعد ثماني سنوات من النزاع التدميري سأواصل المساعي مع القوى الإقليمية والدولية لإحراز تقدم في إطار العملية السياسية وفد حكومة صنعاء كان يأمل إطلاق صراح عدد أكبر من الأسرى والمعتقلين وقعنا اتفاقا في المارس من العام الماضي على تبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين لكن كان هناك الكثير من العوائق والإشكاليات التي حالت دون الوصول إلى مثل هذا العدد وأغلب هذه العوائق هي فيما يتعلق بوضع الطرف الآخر ليسوا طرفا واحدا إنما أطراف متعددة ومتباينة لم يتفقوا حتى على أسماء الأسرى التي كان يتم تقديمها فريق حكومة عدد اعتبر أن الاتفاق سينعكس بالتأكيد على العملية السياسية الملف التبادل الأسرى مختلفة هو ملف إنسان البحث لكن له ارتباط وثيق جدا بالملف السياسي وهو يعتبر أحد الخطوات الهامة في بناء الثقة والتي يمكن البناء عليها لطبعا وصول إلى طاولة حوار سياسي شامل ثم ذلك وصول إلى اتفاق سياسي شامل وستباشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحضيرات اللوجستية تمهيدا لتطبيق اتفاق التبادل المتوقع بعد ثلاثة أسابيع بشرى سعيدة لثمانمائة وثمانين عائلة يمنية ستتبكن من لقاء أبنائها بعد سنوات من الاحتجاز والأهم أن الأطراف تفاهموا على اعتبار هذه الصفقة حلقة أولى من سلسلة مفاوضات تستأنف بعد شهر رمضان تمهيدا لإطلاق صراح جميع الأسرى والمحتجزين موسى عاسي جناف الميادين